اهلاً وسهلاً متابعين العزاء رح ناخذ موضوع مبسط ومختصر عن النوميناتيف فاسس نوميناتيف رح يتوضح لكم بالشرح وتشوفونه جداً سهل فاسس نوميناتيف ما هو النوم؟ اللي هو النوميناتيف أولاً يعتبر الفاعل في الجملة أي من الذي يقوم بشيء في الجملة هو نوميناتيف مكانه غير ثابت في الجملة يأتي في البداية أو في الوسط يعني متغير ليس شرط أن يكون إنسان ممكن يكون إنسان أو حيوان عفواً أو جماد نسأل في النوميناتيف للشخص العاقل أو للعاقل بوسطة الفيا أما لغير العاقل نسأل عنه بوسطة الفاس ويمكن معرفة النوميناتيف بكل سهولة فقط فكر من الذي يقوم بشيء في الجملة نأخذ بالتدريبات على هذا الموضوع الرجل يسمع الموسيقى من الذي يسمع الموسيقى؟ خلص خلص إذن دلمان هو النوميناتيف بالجملة هاي أبسط مثال لهذا الموضوع المرأة تقرأ الكتاب أوكي بيش نسأل عليها بالفير من الذي يقرأ الكتاب؟ دي فراو إذن دي فراو هي أيضا شنو؟ إس نوميناتيف بالجملة داس كند كوفت أين أبفل هنا الكوفت اللي هي الكوفن تأخذ أكوزاتيف فصارت أين من الذي اشترى التفاحة؟ داس كند أيضا عاقل فإذن الكند هو النوميناتيف بالجملة دي كاستة كومن هويته ناخ برلين الضيوف يأتون اليوم إلى برلين أوكي من الذي يأتي إلى برلين؟ واضحة دي كاستة إذن الكاستة شنو هم؟ هم النوميناتيف بالجملة يعني أصور شباب تكون أنه الطريقة جدا واضحة لكم داس أوتو إس نوي السيارة الجديدة فاس إس نوي داس أوتو إذن شنية الأوتو صارت نوميناتيف وسألنا عليها بيش بالأداة فاس لأن الأوتو هي غير عاقل وإن شاء الله شرح أجبكم وتحياتي للجميع اشتركوا في القناة